أكد وكيل وزارة التجارة والصناع عبدالله العفاس على أهمية تعاون الجهات المعنية مع الوزارة من أجل الحفاظ على ثبات السوق المحلية واستقرار المخزون الاستراتيجي فضلا عن منع أي تجاوزات أو مخالفات قد تصدر عن البعض في ضوء أزمة فيروس كوفيد 19 وأشاد العفاس بجهود وتعاون اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والاتحاد الكويتي للمزارعين واتحاد صيادية الأسماك وغيرهم لجهة تحقيق الأمن الغذائي واستقرار وثبات الأسعار ونوه بالقرارات التنظيمية للعمل في فروع التموين والأسواق المركزية فضلا عن دعم قرارات الوزارة لتثبيت الأسعار وتوفير كل الاحتياجات السلعية والمواد الغذائية للجميع وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة التجارة والصناع اليوم عن إغلاق محلين تجاريين كانا قد خلفاء القانون والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار كوفيد 19